الحقيقة البعض بيحاول يشير إلى أن كهرباء لعب فقل نحس على النادي الاهلي ده كلام طبعاً من الصحة يتقال على لعب ومقصود به تحطيم اللعب معنوياً لدرجة أن النادي موقع في الجول قال كهرباء لا يعرف التتويج بكأس السوبر المصري موسم 2015 و 2016 خسر بقميس الزمالك أمام الاهلي وموسم 2018 و 2019 خسر بقميس الاهلي أمام الزمالك برقلات الترجيح في إشارة أن اللعب يبدأ تاخد من معنويات اللعب حابين نقول لك ما تزعلش الفكرة كلها أن كان فيه لعب آخر كان بيتم التعامل معه بهذه العقلية وهو مؤمن زكريا بعد انتقاله للنادي الاهلي تقريباً ست شهور جابوا اللقطة دي في مباراة انهزم فيها النادي الاهلي أمام الزمالك كانت حديث السوشيال ميديا وحديث مسؤولي الزمالك وإعلام الزمالك بشكل كبير جداً وبدأت السخرية الكبيرة جداً من مؤمن زكريا في محاولة لتحطيم اللعب معنوياً لكن مؤمن زكريا اللي بنتمنى له طبعاً الشفاء العاجل ربنا يشفي يا رب كان سد ودانه وركز في الملعب وأضاف للنادي الاهلي لذلك لما تيجي تلاقي مؤمن زكريا في موجهاته المباشرة مامنادي الزمالك هتلاقيه بيحطم أساطير عاشت بالسنوات وعشرات السنوات ما يدريتش يتحق الحق أموم زكريا فعشر مباريات فقط لغير بيفوز ست مباريات بيتعادل المباراتين بيتهزم هزمتين فقط لغير منهم الهزيمة اللي طبعاً كانوا بيسخروا منها ومسجل خمس أهداف ده مؤمن زكريا اللي ركز في الملعب حسم طبعاً لقاء في الدوري حسم لقاء في السوبر أعتقد أهداف مؤمن زكريا في مبارات قمة مؤثرة لما يسجل خمس أهداف أعتقد ده رقم كبير جداً فعايزين نقول لك ربا سد ودانك عن كل شيء عن النقض عن الإشادة عن فكرة التعامل مع السوشيال ميديا عن فكرة تشغل دماغك بالجماهير اشغل دماغك بكرة القدم فقط لغير امنح وقتك وتركيزك لكرة القدم فقط لغير انت مش محتاج ترد على حد انت لعيب كبير امكانياتك الفنية كبيرة مش محتاج انك ترد على حد انت محتاج فقط لغير انك تسخر امكانياتك دي لخدمة الفريق وقتها صدقني جماهير النادي الاهلي هتلاقيها كلها في صفق لكن لو انشغلت بالقصف الجبهات والتعامل مع الجماهير اعتقد الموضوع ده مش مع جماهير النادي الاهلي يا قاربة لكن كلنا ثقة طبعا كان فيه ضغوط نفسية كبيرة عليك جداً وده حصلت لناس كتير جداً لكن قدامك طريق مهم جداً زي مؤمن زكريا وان شاء الله تتقلق في المباراة الكبيرة لان انت لعب بالفعل بامكانيات كبيرة مع النادي الاهلي احمد اي لاعب يقدر يحقق بطولات ويقدر السيفي بتاعه يفخر به تفكيره في حاجة واحدة بس ان لما البطولات دي تتحقق لان النادي الاهلي مش هياه توقف ان تحقيق البطولات تكون جزء مشارك فيها وده الرسالة لكل اللاعبين مش لاعب بعينه نروح بقى لحاجة تانية في وقت الهزيمة احنا اتكلمنا هنا عن اي حاجة لا علاقة بسلبيات واجابيات مع مالناس زي اندية اخرى اتكلمت في اخفاق السوبر لما خسروا 3-2 عن فكرة لو كان فيه وقت وكننا كسبنا لا احنا قلنا الاجابي وقلنا السلبي بس ما نخليش ذكرنا او امعاننا في التشاؤم او في الحزن يخلينا ما نقفش عند شيء لازم ناخد حقنا فيه وهو ليس على سبيل التبرير انك توصق لحقك مالوش علاقة انك بتقول ان كان عندك الافضل اشتركوا في القناة